على ضيثات بحر العربي وبالقرب من باب المندب يطل ميناء عدن الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية فيثير أطمع الكثيرين أكثر من 120 عاما استعمرت فيها بريطانيا عدن والاستثمارها في خصوصية مينائها جعلت منه الثاني عالميا في خمسينيات القرن الماضي لكن هذه الشهرة حسرت وتبددت بفعل التدمير الممنهج للميناء خلال تعاقب الأنظمة الحاكمة منذ ما بعد الاستقلال في العام 2011 انسحبت شركة دبي العالمية من إدارة الميناء بعد ثلاث سنوات اثر احتجاجات شعبية تتهمها بالتعمد في تدمير ميناء استراتيجي لصالح مواني أخرى وعقب تحرير عدن من الحوثيين في 2015 عادت اليد الإماراتية من باب دعم الشرعية في إطار التحالف فاستعادت السيطرة الاقتصادية على الميناء وفرضت قيودا عليه وتحكمت بنشاطه بينما ظلت الحكومة صامتة وعاجزة عن التعليق أو إبداء موقف مناهض خلال عامي 2016-2017 اندلعت مواجهات مسلحة داخل الميناء بين القوات الحكومية ومسلحين مدعومين من دولة الإمارات انتهت هذه المواجهات بتسليم الميناء للسلطات مع الإبقاء على الأدوات الإماراتية فيه حيث تسيطر غرفة عمليات قوات التحالف على حركة الميناء وهي المعنية بمنح التراخيش لرسو السفن وتفريغ حمولتها يقول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري إنه لا يستطيع الذهاب إلى الميناء بدون إذن من الإمارات تقول مصادر عمالية في الميناء أيضا إن القوات الإماراتية في عدن تتعمد تأخير دخول السفن إلى مرسى الميناء رغم قدومها من ميناء جد السعودي بعد حصولها على تصريح رسمي هذا الإجراء التسبب في إعلان إدارة الخط الملاحي توقفه بسبب ما وصفها بالتصرفات التعسفية التي يواجهها من قبل قوات التحالف في عدن يقول رئيس نقابة عمال ميناء عدن إن توقف النشاط الملاحي يهدد بتعطل عمل الميناء تماما مطلق النداء استغاثة للمعنيين لإنقاذه من الاحتضار